عصام إيه اللي عندك يا أستاذاني؟ بص يا كابت أنه الناس بتسأل إزا مالك دخل في مفوضات مع أكتر من اللعيب وبيجهزوا من دلوقتي لأكتر من صفقة فالناس بتسأل إزاي المفوضات بيتم والمجلس السسة مجهزة ببساطة في لجنة موجودة دلوقتي لجنة دي مسؤولة بشكل كامل عن التفاوض مع اللعيبة وعن حل المشاكل القضايا الخيجية لنادي الزمالك مكونة من بعض المحبين لنادي الزمالك اللعنة دي الفترة اللي فاتت دخلت مفوضات مع أكتر من اللعيب منهم اللي حضرتك ذكرته وعمر كامل عبواحد تم التفاوض بشكل رسمي مع عمر كامل اللعب أبدا موافقته عن انضمام لنادي الزمالك طب هو أبدا موافقته برضو مع النادي الزمالك بس لا الزمالك داخل بقوة والزمالك اللقرب لعمر كامل عبواحد اللعيب شايف أنني لو جيت الزمالك فرصتي في اللعب أكتر خصوصا اللعيب أصلا مضى للزمالك قبل كده وكان موجود في نادي الزمالك أحد الأسماء اللي الزمالك تفاوض معها وتفاوض بشكل رسمي كمان أشرف بن شرقي الزمالك فتح خط مفوضات معاه أشرف بن شرقي عقده لمدة سنة واحدة بس المفاجأة أن مش عايزين يستنوا نهاية السنة لا عايزين يجيبوه في يناير ومفوضات قوية جدا وعرضوا عليه كمان نفس الرقم اللي هو كان بياخده مع الزمالك قبل ما يمشي اللعب ما عندوش مشكلة طلب من المسؤولين من نادي الزمالك الانتظار لحد يناير وقال لهم كمان أن أنا هحاول أحل عقدي مع النادي بتاعي بشكل ودي بدون ما تدفعه حاجة وهكون موجود في نادي الزمالك في يناير اللي مشجع المسؤولين جوا نادي الزمالك هتبقى نادي الزمالك اللي مشجعه عمر كابتن أن أشرف بن شرقي هيتأيد في أفريقيا يعني تلعبها كتير مثلا عمر كمان لو جبته في يناير وعمر كمان مش هيتأيد مش هيتأيد ده في الفيوتر أشرف بن شرقي هتبقى الفرصة متاحة ليه نوع يلعب مع الزمالك ويكمل بقى مشوارك في الفضلية لما الزمالك يتأهل بإذن الله تمام عندك تعليق على كلام هاني؟ لا أنا عندي تعليق على قصة عمر كمان العبد الواحد يعني عمر اتعرض عن نادي الأهلي اتعرض عن نادي الأهلي لسه الناس بيدرسوا بيشوفوا وفقا لو هم محتاجوا هيخلصوا فيه انه عمر عارفين السنة الجاي هيبقى فري وكمان براميدز يتابع الموقف من بعيد بالنسبة لعمر كمان العبد الواحد لعيب دولي لما يبقى فري او يحكله التوقيع لأي نادي في الفيوتر اللا ده كلها هتتكلم عنه زي فتوح زي فتوح بالمناسبة في يوتشر ما عندوش مجد يعني في يوتشر في يناير يعني بدأوا الكلام معاه بس اللعيب عنده وغم انه يمشي فحالة ان انت متماسك وعايز تمشي في يوتشر ما عندوش مشكلة ببيعه في يناير بس هيطلب وقم كبير يعني ما بدأين دلوقتي حطيناك بئين مليون جنيه ليسته عمر لعيب كديم زوكر لعيب زوكر طيب عندك ايه عندي محمد الشناوي محمد الشناوي محمد الشناوي لما مودست جي بقى بياخد مبلغ كبير جدا بالنسبة لمودست وفيه كهربا وامام عشور برضو بياخدوا مبالغ أعلى من محمد الشناوي محمد الشناوي اتكلم مع لجنة الكورة بياخد أعلى من الشناوي وما معشور كمان فاتكلموا مع لجنة الكورة ولجنة التعقدات احنا عايزين يزود محمد الشناوي محمد الشناوي كان أعلى عقد الشناوي كان أعلى عقد الكلام ده من سنتين احنا دايما بنسمع الفترة اللي فاتت إن الشناوي عقده هيزيد عقده هيزيد أو تم تعديل عقد الشناوي لكن دلوقتي الشناوي خلاص اتفقوا معنه يعدل عقده وهيخلوه في الفئة الأولى أعلى واحد 16 مليون جنيه وتسعة مليون جنيه إعلانات وده اللي استثناء في عقد الشناوي أنا عرف إن أعلى حق